مثلنا العبادة دي عبادة التأمل عبادة التفكر عبادة النظر في كون الله الجميل العظيم تنظر حواليك كده في الكون وتستمتع وتاخد ثواب وربنا يرضى عنك عبادة بتصفي الروح عارف المصفى عارف المصفى بتعمل ايه لما تصفي الشوائب تصدق ان العبادة دي عبارة عن تصفي الروح كل المطلوب منك ايه تسرح بعينك في خلق الله بس مش مجرد انك تقول الله منظر جميل لا ده كل اللي بيتفرجوا عالطبيعة بيقولوا كده انت هتعدي مرحلة تانية من النظر في النعمة الى النظر الى المنعم يا سلام على خلقك يا رب هي دي عبادة التفكر في خلق الله الله شايف 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 خلقه شايف كونه شايف ملكه شايف جلاله هي دي العبادة تعرف تعبدوا ربنا بالعبادة دي والله هتستمتع لا انها عبادة بتزيل الهموم عارف ليه بتزيل الهموم لان العبادة دي بعد ما بتعملها بشوية بتحس بحقيقة الدنيا الناس غيرة قدام كون الله العظيم بتحس ان مشاكلك ايه مشاكلي بص بص جلاله بص ملكه بص السحاب من ورايا طالع ازاي بص الجبال بص الشجر بص نسمة الهوى بص الكون بص الملك بص الجلال ايه بقى حاجة ومش كده وبس ودي عبادة الانبياء ومش كده وبس دي العبادة اللي بيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بيها مع الله سبحانه وتعالى شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد يتعبد بيعمل ايه كان لسه ما فيه الصلاة قبل ما يجيله الوحي قبل ما يجيله جبريل فكان والرواية تقولك كده فكان يحب الحب بإليه الخلاء في غار حراء طب كان بيعمل ايه كان بيعمل العبادة دي تجلس كده وتقول لا إله إلا الله تتفكر تنظر في الكون تسبح تقول ياه وإن من شيء إلا يسبحه بحمده شايف الطوبة دي الطوبة دي بتسبح بحمد الله تخيل حتى الطوبة دي وهي بتهبط من الهوة السحيقة اللي حوالي يديا دي بتهبط من خشية الله انت متخيل وإن من شيء إلا يسبح بحمده الزرعة دي والوردة دي والصخرة دي كون كله بيعبد كون كله بيسبح تيجي نمارس العبادة دي العبادة دي بيها سيدنا إبراهيم وصل لدرجة اليقين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين العبادة دي بيحدث عنها الصحابة بيقول حدثنا لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب رسول الله يعني كثير قوي يحدثونا من أصحاب رسول الله أن نور الإيمان التفكر نور الإيمان أنك تتفكر في خلق الله شيء شكرا للمشاهدة